يوم سأتكركم أكثر الأماكن رعباً اللي يتخاف أن تدخلها في ريزينت إيبول 2 ريميك يعني بين قوسين نقدر نقول المناطق المرعبة اللي موجودة في مدينة إراكون بشكل كامل شحنة قمضان كريم للكل وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمار نتمنى من الله أن يفرج عننا وعن جميع أمة الإسلام والمسلمين وينصر أخواننا صامدين في غزة العزة والصمود طبعاً سلسلة جديدة بالقناة وهي أن أذكر أهم خمس أمور تميز كل جزء من إزاء ريزينت إيبول وهذه المرة راح أذكر ريزينت إيبول 2 ريميك و3 ريميك يعني بين قوسين نقدر نقول المناطق المرعبة اللي موجودة في مدينة إراكون بشكل كامل وراح أبلش بأول واحد اللي هو الجانب الشرقي من مركز الشرطة طبعاً أول ما نوصل مكتوب لافته لا تفتح هذا الباب بسبب وجود عدد ضخم من الناس اللي يتحولوا إلى زومبي لأنه يعتبر المكان اللي يتجمعوا به المواطنين أثناء انتشار التيفيروس بالمدينة وهذا المكان يعتبر أن الأماكن المرعبة والمظلمة والباردة شوان عرفت باردة لأنه يكون ميت يجير في المنطقة المهم ومخيف بسبب تواجد أعداد كبيرة من المتحولين وهماتين لما تتقدم شوية باللعبة بعد أكثر ونفتح أماكن أكثر ولما نجي نجي برفيوز ونفتح هذا الباب هذا الجزء راح نشوف بأنه الزومبي من خلال هذا المكان راح ينتشر بالقاعة الرئيسية من مركز الشرطة فهذا أكبر دليل على وجود عدد كبير من المتحولين اللي موجودين بهذا القسم هماتين لما تدخل لهذا المكان بتعتبر أنت دخلت واحد من أخطر الأماكن اللي موجودة باللعبة بشكل عام وذا طلعت من هذا المكان فأنت من الناس الأقوية واللي قدرت تتحافظ على حياتك المكان الثاني اللي هو المجاري طبعا بداية المكان لما تدخل أنت وأيدا وسولف وتحجو إياها حس بها الزات أرضية موجودة بذاك المكان ومن ثم بعد ما تشوفون الكروكودايل اللي يطلع راح تقول له هذا يعتبر من أخطر الأشياء وهماتين أخطر من شركة أمبرلا نفسه اللي هو التمساح اللي موجود بالمجاري بعد ما راح تشوفه ويلحقيك وتحاول أن تتقاتل وياه وتهرب منه بشكل أنفس راح توصل إلى مكان أغرب أدعس من المكان اللي شفت به التمساح وهو أسفل المجاري هذا المكان اللي راح يتواجدون بأعداء وراح يكون أماكن ضيقة وهماتين راح نشوف به الغاز لازم إنحلها بالإضافة إلى المكان المقزز والمخيف والمرعب ولحظة لما تشوفه وتشوف الضوء الأحمر الساطع يوحي إليك بأنه مكان متريد تدخله لكن أنت مجبور تدخل حتى تكمل طريقك وتطلع من المكان طبعا راح تواجه إشكال مرعبة وغريبة ومخيفة وإنت داخل منطقتهم اللي بنوا بيها عشاشهم أو سيطروا عليها بشكل كامل وما هي فرقون بينك ولا بين أي زومبي يعني أي شخص متحول أو كان شخص عادي كل اللي يهمهم أن تكون أنت غذاء لهم والصغارهم اللي موجودين بنفس المكان المختبرات طبعا تعتبر من أكثر أماكن رعبا وهي المختبرات لما تنزل بتحاول أن تعيد تشغيل التيار الكهربائي فراح تواجه أعداء بأماكن مظلمة وهماتين راح تشوف تجمع كبير عنهم ببعض المكانات المعينة ولننسى حبيب الجماهيع اللي هو اللي كار هماتين راح نشوفه وموجود حضوره جميل وممتع داخل الأرواق المظلمة واللي أحلى منهم راح يكون زومبي النبات أو النبات الزومبي اللي تطلق عليها ميموت تحرقها ميموت تفجرة بالقنابل ميموت هذا يعتبر من الأعداء المجرمين المخيفين اللي يحاول أن يدمرك بأي طريقة ممكنة وذا سهلت الأمور عليك وهربت من ذاك المكان فأنت تعتبر من الناس اللي محظوظين ليطلعوا سلامات المستشفى وهي الجزية اللي تتحكم بيها بكارلوس بعد ما جلت تصاب بالفيروس ويروح كارلوس حتى يدور لها علاج بعد ما عرف أنه أكو علاج داخل المستشفى المستشفى تكون مظلمة مرعبة مكان مخيف مكان هم أصلا شكوا شخص كان مريض موجود بالمستشفى وكانوا يحالجون به هنا بدأ يتحول وانتقل أو يتحول إلى وحش الزومبي وخاصة إذا قريت النوتات اللي موجودة ويقول لك أن هم أشخاص طبيعيين يجوه كل شي ما بيهم مجرد عدم حرارة أو يعني في الشي بسيط ومن ثم شوية شوية بدأوا يتحولون وتحولوا إلى وحوش وبدأوا ناس تاك الناس موجودين داخل المستشفى العاملين تحولوا اللي كان صديقه واللي كان صعبه واللي كان متخضي فترة كلش طويلة وياه هنانا يتحول إلى وحش وبدأ يأكل به قسم من عندهم خافه وقسم من عندهم شرده لننسى أنه الهنتر موجود داخل المستشفى الهنتر يعتبر واحد من الوحوش المرعبة والمخيفة على حال اللي يكرز والهنتر راح نشوفه بوحد من الغرف بأنه لاعب طوبة ولاعب جولة بالناس اللي موجودين الناس اللي على قيد الحياة نفس الوقت الناس اللي موجودين أو تحولوا إلى زومبي أو لا وحوش المستشفى تعتبر واحد من أكثر الأماكن انتكاسا وارتكابا للجرائم اللي صارت بيها بسبب التي فيروس وبسبب الهنتر اللي يتحولوا وبالنسبة لي يعتبر مكان مرعب ومخيف جدا وموجود بريزينت إيفل ثيرامي ملجأ الأيتام بعد ما تخرجوا كلير من مركز الشرطة راح تواجه أعداء بمكان نوعا ما مفتوح لأن راح نشوف الكلاب المزعجة وهماتين الوحوش اللي اس بيها يعني وحوش غفيفة جدا وهذه الوحوش اللي راح تستنفذ الموارد بمالتك وهماتين راح نشوف اللكر موجودين بأماكن مفتوحة ما تقدر تفتر فرة سريعة حتى تقدر تخلص من عندهم بعد ما تخلص من هذه الأعداء اللي موجودين بالخارج راح تدخل للملجأ وهنانا راح يتحول ايرونز أو تشيف ايرونز يوحش خطير جدا بسبب الجشاء والطمع واللي راح يكون يلاحق شيري وانت بدورك تحكم بشخصية شيري عاول أن تنجو من عدة وتهرب من ذاك المكان اما الجي بيروس اللي يكون بداخل جسمه راح يكون مصدر رعب لكلير ريتفيلد لان هو يعتبر الوحش اللي يحاول أن يسيطر على جسد فهنانا راح تحاول انت بشخصية كلير ان تنفذ من هذا المكان وتشريد وشون تقولون تنجو حياتك فانت راح تحتار بيناتهم منه الاكثر رعبا ومنه المخيف اكثر بالنسبة لي انا اشوفهم اثنيناتهم رعب واثنيناتهم مخيفين يناتهم قدموا شوب او تجربة رعب كلش مرعبة ومخيفة طبعا بالنسبة لي هذه من اكثر الاماكن المرعبة اللي موجودة بريزدينت ايفل تورو ميك ومثل ما قلت لكم راح ابدي ابلش بالاجزاء البقية راح اذكر كل جزء بمن يتميز مثل جزء يتميز بالعداء جزء يتميز بصعوبة الاماكن جزء يتميز يعني بالمناطق الرهيبة اللي موجودة راح اقسمهم كلهم ان شاء الله ابل تورو ميك ومن بعده راح نشوف ابل ثري ميك ونبلش بقية الاجزاء اللي جاية واللي عندنا واللي لعبناها لما قلت لكم هذي بالنسبة لي المناطق اللي احس بيها رعب ومخيفة بشكل اكثر واكبر انتو اكتبوه بقسم التعليقات شنو الاماكن المرعبة او المخيفة هل تتفقون بانو هذي الاماكن نفسها تخوفكم او لا وذا عدكم اماكن غيرها تختلف وليها بقسم التعليقات حتى نسو مقارنة بيناتهم ونعرف شنو الاماكن المرعبة والمخيفة اكثر بالنسبة لكم بريزينت ايبل تورو ميك اللي يعتبر واحد من الاجزاء المرعبة او واحد من اكثر الاجزاء المرعبة والمخيفة بالسلسلة القاكم مقطع فيديو جديد موضوع جديد اقول لكم يا امان الله اشتركوا في القناة